موسيقى حذرت مديرة منظمة النساء الآن للتنمية غير الحكومية ماريا العفدة خلال حلقة دراسية في معهد العالم العربي في باريس حول الاختصاب الذي تتعرض له السوريات من قبل النظام السوري الذي يستخدم العنف الجنسي أداة للانتقام من المعارضة الأزمة السورية التي حملت في طياتها مآس عديدة للسوريين لربما كان المتضرر الأكبر منها هي المرأة السورية التي فقدت زوجها وحد أفراد أسرتها فضلا عن استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية أو كوسيلة ضغط من قبل قوات النظام السوري على معارضيه وفي هذا السياق قالت مديرة منظمة النساء الآن للتنمية غير الحكومية ماريا العبدة لوكالة فرانس بريس خلال حلقة دراسية في معهد العام العربي في باريس حول الاقتصاب الذي تتعرض له السوريات إن النظام السوري يستخدم العنف الجنسي أداة للانتقام من المعارضة في مراكز الاعتقال ونقاط التفتيش حيث تكون ثمنا تدفعه المرأة مقابل السماح لها بالعبور محدرة من أن سياسة الترويع هذه ستعزز إذا منتصر رئيس النظام بشار الأسد كما كشفت ماريا العبدة أن الاقتصاب يحصل عندما يستعيد النظام السيطر على منطقة من المعارضة فيستخدم الاقتصاب للانتقام وكذلك أيضا يحصل استغلال للنساء لافتة أن العنف الجنسي هو جزء من ممارسات ترهيبية إذ يتم اقتصاب المرأة للانتقام من عائلتها أو عشيرتها أو لإدلال شقيقها أو والدها وتحدثت مديرة المنظمة النسائية عن وجود براهن وأدلة وقالت إن هناك آلاف الصور لمعتقلين ولحروق بقنابل نابالم ويجب القبول بأن تأخذ في الاعتبار إفادات المدنيين مشيرة لوصول شهادات أناس يقولون لسنا قادرين على التنفس وفي المناطق السورية التي كانت أو ما زالت تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي تعاني النساء من ممارسات جنسية وحشية وغير طبيعية ويخشون مغادرة منازلهن وذلك وفقا لما قاله نشطاء السوريون لصحيفة دي انتبنتي البريطانية في وقت سابق الصحيفة ذكرت أنه يتم إجبار العديد من النساء والفتيات على الزواج من عناصر التنظيم الإرهابي وبعد الزواج تتعرض الفتيات للضرب بشكل متكرر وسوء المعاملة فعناصر التنظيم دائما يبحثون ويركزون على الفتيات الصغيرات من أجل الزواج ويتزوجون بأكثر من فتات مرحبا بكم الجديد مشاهدينا Vanguard لو بدأت النقاش معدكم سيدة فوزة يعني ظاهرة استخدام العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة كسلاح ضد المجتمع كيف تعلقون على هذه الظاهة الأنظمة الموجودة ومع الأسف كلها تعتمد على ثقافة العنف طبعا أكثر الذين يتأثرون من هذه الظاهرة هي النساء والأطفال ولكن هناك مجتمع معنف بشكل عام في المنطقة وحتى في العالم هناك نظام يقوم بترسيخ نفسه على ظاهرة العنف بالنسبة لسوريا أيضا النظام السوري سابقا وحتى الآن لم يستخدم الحوار ولم يستخدم طرق الديمقراطية ولم يستخدم المصالحة في حل لا المشاكل السياسية ولا المشاكل الاجتماعية لذلك الواقع الموجود في سوريا هو نتيجة عن سياسة العنف التي كانت موجودة بسالة الانتقام من المرأة عن طريق استخدام العنف الجنسي أو العنف الجسدي بشكل عام هناك هذه الظاهرة وهذا يأتي نتيجة العقلية الرجولية التي تقوم بإطمئنان تطمئة نفسها عن طريق هذه الممارسات وبهذا الشكل تثبت عن عقدة الرجولة وهو أنني بإمكاني أن أتحكم في كل شيء في حين يمكننا القول بأن هذه الظاهرة حقيقة لا تسقط المرأة في الهاوية إنها تسقط المجتمع بشكل عام في وضع مزري لأن ظاهرة العنف هذه أو حالة الانتقام هذه لا تؤثر على المرأة فقط المرأة المعنفة هي مرأة مكسورة نفسيا مكسورة جسديا ولا يمكنها أن تقوم بمساهمة جيدة في بناء المجتمع هذا أيضا يؤثر على الرجل يؤثر على الجيل التي تقوم المرأة بتنشئته فظاهرة العنف والانتقام لا يكون من المرأة فقط وإنما يتم الانتقام من الرجل نفسه ومن المجتمع بشكل عام فأريد أن أقول باختصار سقوط المرأة في مجتمعاتنا أدت إلى سقوط الرجل وإلى سقوط المجتمع بالشكل عام فالجهل الذي تعرض له المرأة أدى إلى أمراض اجتماعية أيضا العنف الذي تعرض له المرأة أدى إلى آفات إلى أمراض اجتماعية كبيرة وإلى حالة جهل عامة فإذا كنا نريد أن نعالج هذه المسألة يجب أن نبدأ من المرأة مرة أخرى بما أن سقوط المجتمع تم بسقوط المرأة فإنهاض المجتمع أيضا يمكن أن يتم عن طريق نهضة المرأة فباعتقادي حالة الانتقام هذه ليست من المرأة فقط وإنما من كل المجتمع ولهذا يقال بأنه إذا تم أسر المرأة فإنه يتم أسر المجتمع بأكمله والنظام يعتمد على هذا القانون على ما أعتقد لحد الآن بالانتخال لكم وأستاذ أمال نصر رأيكم في هذا السياق دعنا نستعرض هل كانت سوريا قبل هذه الأزمة وهذا الحرب خالية من هذه الأزمات من هذا العنف كانت محاكمنا خالية من الاغتصاب هل كانت كل هذه الظاهرات كانت موجودة وأشارك بما تحدثت به السيدة فوزية نعم هذا كان أسلوبا ممنهجا تاريخيا للمجتمعات المتخلفة وللأنظمة الدكتاتورية من أجل السيطرة على مجتمعاتها عندما نضع قوانين لا تحمي المجتمع بحق المواطنة المتساوية للجميع إذن نحن نبني مجتمعا مأسورا مجتمعا قاصرا فكيف ومع الأزمة والحرب والتشدد كيف سيكون ذلك؟ سيكون أضعف مضاعفة نعم سيكون الوضع غير سليم وغير قادر على النهوض باعتقادي ما مارسه النظام مع النساء في المعتقلات وأنا عشت هذه الحالة عندما كنت في سوريا أنا أعتقل وأحلت إلى سجن عدرة بعد الاعتقال في الأمن العسكري وأيضا تعرضت لمحكمة إرهابية علما أنني امرأة علمانية لا صلة عيد الدين لكن كان هذا الاسلوب هو وسيلة للنظام لكي يظهر أشخاص الذين ينظلون سلميا أنهم خطر على المجتمع فيقنعون الآخرين المتخوفين من المتشددين بأن كل هذه الأشخاص الذين يقومون بها كذا نظالات هم من أجل جلب التشدد إذن هذا اسلوب ممنهج قام النظام بالتعذيب شهدنا حالات من التعذيب المخيفة بالسجون للنساء أمام الرجال وللرجال أمام النساء وكان هذا من أقصى أعتقد أرجو فهم ما سأطرحه بشكل دقيق أعرف أن الاغتصاب هو شيء بالنسبة للمجتمع الشرقي والمجتمع الإسلامي شيء كبير جدا لكن اغتصاب الحق هو الأصعب ماذا يعني أن نحول مفهوم الاغتصاب الحق إلى اغتصاب جسد هذا شيء سيء كان باتقادي بالتقارير التي قدمت حتى من الأمم المتحدة حتى من المنظمات لماذا اغتصرنا اغتصاب الحق السوري للنساء والرجال بمفهوم اغتصاب الجسد أي أن نحن شهدنا حالات اغتصاب للرجال ضمن السجون ورأيناها من نوافذ الزنازين هذا كان شيء قاهر قاهر وفوق سطاعتنا أن نحتمله وشاهدنا تعذيب للنساء وشبح النساء ونستطيع أن نتحدث كثيرا هذا الطبيعي هذا لأنه هو نظام ديكتاتوري نظام له منهجية تاريخية بقمع الصوت الحق قمع صوت الوعي قمع النظام إذن لماذا نختصر دائما أغتصاب المجتمع بارتصاب الجسد لأن مجتمعنا مجتمع شرقي وإسلامي دائما يحاولون لعب على هذا المفوض أنا أريد أن أقول أن المرأة السورية تاريخيا كما الرجل السور مغتصبة الحق مغتصبة الإرادة ومغتصبة أن تدلي بكفاءتها في مجتمعها هذا ما نريد أن نصل له وهذا ما نريد أن نحققه ولا يمكن تحقيقه إلا بنضال حقيقي عبر مؤسسات متكاملة نبني من خلالها قوانين ومؤسسات محاسبة نستطيع عندها أن نقول كيف نناهر الاغتصاب بكل أشكاله العنف بكل أشكاله كيف نستطيع أن نبني وطن أن نبني مجتمع سليم أن نبني صوتا حرا وإرادة سليمة هذا السؤال سأطرحه بأقل من دقيقة على السيدة فوزة متى ينتهي هذا الكابوس؟ الحقيقة سنتهي عندما نقوم ب نعم أستاذ الأمل هل تسمعينني؟ عفو نعم لم يتبقى لدينا سوى 30 ثانية سوف نستغلها مع السيدة فوزة أن سمحتين آه عفو نعم تفضل نعم تضلي انتهاء هذا الكابوس طبعا بسهولة صعب جدا لأننا أمام مشكلة عويصة ومشكلة كبيرة مشكلة اجتماعية ومشكلة ثقافية المهم هو أن نبدأ باعتقادي يجب أن نبدأ من الوعي يجب أن نقوم بتنظيم النساء يجب أن نقوم بتوعية الرجال ويجب أن نقوم بتأسيس مؤسسات متكاملة مؤسسات سياسية اجتماعية ثقافية دفاعية من كل النواحي تحمي حقوق المرأة تحمي حقوق النساء بجميع المجالات ويجب أن يكون هناك قوانين رادعة ولكن يجب العمل بشكل دائم تحويل الثقافة ثقافة الفكر المتحرر الفكر الندي علاقة الندية بين المرأة والرجل أن تتحول إلى ثقافة يومية ثقافة اجتماعية وهذا بحاجة إلى توعية أقول التربية والتعليم أمر أساسي بدءا من الحضانة وحتى الجامعة هذا أمر أساسي ويجب أن يتم دعمها بشكل يومي بنضال يومي ونضال يجب أن يكون هناك إصرار بالنضال لأن هناك تحديات كبيرة من ناحية التقاليد والعادات ولكن المهم هو أن يكون هناك إصرار في عملية التحرر هذه سواء بالنسبة للنساء وأيضا بالنسبة للرجال في الحقيقة وصلنا لنهاية الوقت المخصص الضيوف الأكارم شكرا لكم على إنارة الحلقة وتلبية الدعوة كان معنا من دمشق الأستاذة شفاء صوان باحثة اجتماعية التي فقدنا التواصل معها وأيضا من سويسرا أمال نصر سياسية سورية معارضة وهنا في الستيديو فوزا يوسف عضوى في منسقية مؤتمر ستار والشكر الموصول لكم أستاذة المشاهدين لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة